من داخل موقع لوسيد اير وتعرفنا على القائمة الرئيسية الخاصة بلوسيد اير من احد اهم الحاجات اللي احنا كمان اتكلمنا عنها ازاي تصمم سيارتك في لوسيد اير هنا هتلاحظ فوق هنا كده تصمم سيارتك او تحت هنا عند الصفحة الرئيسية تصمم سيارتك لو انا ضغط عليه هيديني اير دريم اديشن مثلا ادي الانواع والاير جراند تورينج والاير تورينج والاير بيور يحنا نبدأ بالاير بيور بعد كده الاير تورينج والاير جراند تورينج والاير دريم اديشن زي ما قلنا في منها البرفورمانس وفي منها الرينج هنرجع لأعلى فئة مثلا نبدأ نختار السيارة بتاعتي اهو اختار دي وصمم سيارتك تمام ايه اللي نقدر اصممه ايه اللي نقدر اصممه في السيارات اللوسيد من هذا الموديل تعال نبدأ نشوف الاصدار ده اول شيء الاصدار لو انا ضغط هنا كده هو يجاب لي الاصدار اهو يقدم اصدار البرفورمانس قوة قصوة اقصى حاجة البرفورمانس ده 1111 حصان ومدى يصل الى 861 وتصارع من سفر الميت كيلو خلال اتنين وستة من عشرة ثانية يبقى انا كده ايه باهو انا بصمم بشوف السيارة بتاعتي تمام ان شاء الله تكون دي سيارتي اللي هي الدريم اديشن ببرفورمانس لا انا ضغط هنا كده اخوانا على العلامة دي بيفتح للباب اهو عشان ابدأ اشوف كده احرك هتحت الباب اليمين عايز اقفل دخلت جوه السيارة شفت كأن انا ركبت اهو جوه المقصورة تصميم حقيقي اهو انا كأن يبلعب جيمز حلو خلاص انا كده جوه المقصورة الخاصة بلوسيد برفورمانس لا انا ضغط تاني هنا كده رجعت تمام عايز ابدأ اشوف الجزء الخاص بالانارة اهو ضغط هنا كده شايف لو شايف هنا بيعكس لك الانارة او الاضاءة تمام طيب هنا دي الفتحات بتاعت التهوية تمام وفيه لد كمان فيها هنا ساعة التخزين الامامية تمام بلايه في السيارة كده افتح الباب الخلفي افتحت الباب الخلفي تمام عايز ادخل اشوف الدنيا ورا فيها ايه اهو دخلت مقصورة كبيرة واسعة جدا تمام الفرش مقاعد اسطوري بصراحة طيب لو ضغطت هنا كده بفتح الباب اطلع عايز اشوف السيارة من الخلف شايف ساعة التخزين الخلفية تمام عايز اشوف ساعة التخزين الداخلية للشنطة كبر براحة اهو شايف انا بعمل زومنج من الايباد اقفل شايف كده بقفل باب شايف الانارة اللي في الشنطة دي تمام عايز اجي هنا في الجنب اهو هقفل باب ده دخلت جوه ساعة التخزين مين اللي عندي ده كله من ناحية اول شيء الاصدار تمام هدخل هنا على ده كان الدريم اديشن برفورمانس اللي انا عايز اختار الاصدار اللي هو مين الدريم اديشن رينج اللي انا اخترت الدريم اديشن رينج اهو ابدأ يديني اختيارات على الدريم اديشن رينج عايز اختار اللون اهو لون زهبي اعايز اختار لون ابيض تمام خلينا نشوف هنا المظهر مثلا خارجي تعال ان نرجع هنا بس الاصدار ونشوف ايه الاختلاف الالوان هنا طبعا بتصمم المظهر تختار الكفرات او العجلات تمام التصميم الداخلي المميزات الاخرى تمام النابيجيتور والكلام ده خلاص انا اخترت هيديني ملخص السيارة اهو لوسيد اير ان كانت تعديل خيارات بعد حكز السيارة اهو لوسيد اير دريم اديشن الاصدار دريم اديشن تمام سعر السيارة مجموعة نقل القدرة تمام اللون المظهر دريم اكسلوتف العجلات ساعتاشر ايرو دايناميك او الايرو دايناميك رينج بيسموه تصميم الداخلي سانتا مونيكا المميزات وهكذا طيب هنا هتجيب السعر الاجمالي تمام لو انت عايز البروشور او تحفظ تصميمك او تحجز الان هطلب البروشور اختر بيانات ادنى تلقى البشور الرقمي التفاعلي والمعد خصيصا لك الاسم تعالى نكتب كده واشرف رمضان رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة